موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تدوله في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وننتظر مشاركاتكم بشأن ما سنعرض في حلقتنا لهذا اليوم من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم الآن وأيضا من خلال خدمة الواتس أب أو الرقم المخصص للواتس أب بإمكانكم أن ترسلوا لنا ما لديكم من تعليقات من تفاعل بشأن حلقتنا عبر هذا التطبيق الذي سنقرأ ورسائله إن شاء الله الواردة طبعا في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام من المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي وأول ملف لدينا هو التظاهرات في محافظة ذيقار خرج عدد من الخريجين في محافظة ذيقار للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم وتعينهم وفق اختصاصاتهم أقدم المتظاهرون على إغلاق مبنى مجلس المحافظة والتظاهر أمامه احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم لنشاهد تظاهرات غواب الخريجين ذيقار اليوم الثلاثة المصادف 5-7 أمام ديوان محافظة ذيقار شاهدين كان هناك تفاعلا في موقع فيسبوك بشأن هذا المقطع دعونا نتابع بعضا من التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع بشرة الفهد تقول إن شاء الله اليوم يصير حل وتخلص هاي الشباب من الحر والضيم طبعا نحن نسوي تعديل بسيط على تعليق بشرة باعتبار أنه اليوم انقضى ولم يكن هناك أي حل فنقول إن شاء الله يوم اللي يصير حل وتخلص هاي الشباب من الحر والضيم في تعليق من سولاف حسين تقول لرب يحفظكم ويحقق مطالبكم والتعين إن شاء الله في تعليق من سارة الخاقاني تقول الله يعينكم على هذا الحر وعلى فساد هاي الدولة آخر تعليق لدينا من فؤاد سالم البحراني يقول موفقين وإن شاء الله تحقيق المطالب والضغط على الحكومة القادمة دعونا الآن مشاهدين ننتقل إلى ملف آخر حقيقة هو ملف إنساني وأيضا ملف يؤشر مواطن الخلل في إدارة المحافظات والبلديات بشكل أخص محافظة البصرة تحديدا إلى بلدية المحافظة قام مدير أحد القواطع في بلدية محافظة البصرة بفصل أحد العمال من عمله دون سبب مقنع كما يؤكد هذا العامل الذي يعاني من مرض الصرع فور معرفة العامل بخبر إقالته تعرض إلى انهيار صحي كما ستشاهدون في هذا المقطع طبعا المواطنون والناشطون انتقدوا هذا القرار وهذه الخطوة من بلدية البصرة بسبب الحال المزري الذي يعيشه هذا العامل وأهله والذي كان يجب أن يكون له راتب لأنه يعاني من مرض مزمن بدل أن يتم رميه في الشارع بهذه الطريقة التي ستشاهدونها قاطع البلدية هذا العامل لحيث يصاعد عليهم وما عند الجانزين خمس سالة بطينا دقائق من حلق طرح بيه بطلوا عنده صرع وهذا راح يموت راح العامل راح يموت بصرع تنحمل مسؤوليتك بقسم البذات الله سبقوا سويك لمناشده إلا وليلعمال هل سورد نتصال قالوا وبطلت شو متفضلوا؟ كف السالة لي عرضا كفضل تعالي أبراهي مسوق شو بكتل القهر بصرع ولك الله أكبر مشاركك بالنفوض مشارك تنقاعد اللي بدكم إن شاء الله يا بلدية البصرة يا سيد علي شو مننا المدير قاطع يركض وراء العامل وعايف التجاوزات وتفرد الناس والغضل النظر كلنا نعرضه معكم صورة صورة خلواني مشوه صورة خليش جموني هذا لأنه ما عنده زياني جيد شالت للناس خمس سالاف زين شون تقعد زين طوف بطلة هو وياه وثلاث نفرات بعد صورة صورة خليش جمون معاناة العامل التنظيف مع البلدية العالم تقول البصرة وصخة شون ما توصخوا هاي ناسا برقوا بطي محالم وراتبهم ضعيفة يا المهتم محافظة البصرة رئيس وزراء دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع مشاهدين الكرام حيدر العيساوي يقول والله هذا الشخص أعرفه اسمه عادل خطية مريض بالصرع وعائلتة كلش فقيرة قاضيها بالإيجار من بيت البيت الله يعينه قد نتعليق من عقيل بير اقدار يقول يعني سفلت الغبراء يلعبون بالمليارات ويقطعون بضعة دنانير على هذا الفقير المريض أبو زينب البصرة ويقول دوائر البلدية تدري اشقد عدهم أسماء وهمية مئات ويجون على الفقير الله ينتقم منهم وتعليق آخر من طلال الشريان يقول المفروض مرضى الصرع لهم راتب من الرعاية الاجتماعية بدل العمل اللي يأثر على صحتهم أبو عمر بن بغداد حياك الله يا أبو عمر تفضل حياك الله أستاذ محمد وحيا الله قناة الرافدين وحيا الله مشاهديها الله يسلمك فضل يا أبو عمر الله يجب فضلك أشكرك أستاذ محمد أستاذ محمد بنجد الخريجين اللي أدنى البغداد وكل المحافظات الموجودة من أجل النوكاته لحد الآن طبعا لو أدنى حكومة أستاذ الخريجين لأنه مكان مهمة في المجتمع العراقي ونقرف أنه العراق هو جمجمة العرب بالقلم والفهم والطيب وكل الأمور اللي احتواها وللعراقيين يعني ماضي كلش جميل وكلش يعني آلي جدا بالدول العربية بالدول الغربية لأن الدراسات اللي موجودة عندنا بالعراق دراسات طحبة ودراسات يعني بحيث المطالب يتقنها ومن ثم يكون عدة المعلومة يتخرج على أذرها وكل الأمور اللي تقضل الشعر وتقضل الدولة تعليقك على استمرار المظاهرات في محافظات عراقية مختلفة بحثا عن تعيين بحثا عن وظيفة لماذا برأيك يا أبو عمر اليوم الشباب العراق يعني يقاتلون في سبيل الحصول على حقهم ليش اليوم أنت في بلد غني البلد ما يمنع أن أنت تعمل ماكو مانع اقتصادي يعوق حصولك على وظيفة أو راتب حتى لو موظيفة راتب ليش اليوم ماكو هاي الأمور بالعراق استاذ الحمد يعني للخرجيين واستراماتهم بارك الله فيهم يعني على هاي الأعداد الكثيرة اللي يتخرج منها العراقيين للخرجيين الحرية والخرجيين أيضا إدارة الوطن وإدارة الشعب بحق أنه يبدل هاي الطاقات يبدل هاي الجهود من أجل أن يصنع متقبل إلى من أجل أن يكون هنا وطن والشعب والناس أيضا وطن للحكومة اللي هي بودة ممكن الحكومة لو كانت حكومة تتفاخر بهاي الطاقات تتفاخر بهاي الطاقات الحكومة خيرة ذات الحكومة المتفهمة كيف أن تصنع جيل كيف أن تصنع مستقبل شعبها كيف أن تصنع الحكومة وتتفاخر بهذه المخرجين والجمعات اللي أجل تحصل من البغضات والمحافظات اللي أجل المحرومين من أداء سيد ابو عمر نعم أحنا نتكلم بجزئية الوظائف والتعيين لكن باعتراف الحكومة وليس فقط حكومة الاحتلال أنه حتى التصنيف للعراق بأنه يقبع في مقدمة الدول التي تمتلك فائضا من الموظفين الحكوميين العراق عنده فائض من الموظفين الحكوميين مقارنة بعدد السكان طيب المفروض إذا كان هناك تخمة بالقطاع الحكومي بالقطاع العام ليش ما يكونك تنشيط للقطاع الخاص ليش ما يكونك توجيه الخريجين إلى القطاع الخاص اليوم نحن نشوف أن القطاع الخاص بالعراق قطاع مهمل ماكو مشاريع المصانع متوقفة أكو محاربة وأكو بيئة خطرة بحسب التصنيفات الدولية للعراق أنه بيئة غير صالحة للاستثمار طيب شنو مصير الخريجين لأنه هناك تخمة بالدولة يعني ماكو مكان يعينون بهذا الخريج وين يروح شنو مصيره أستاذ للأسف واحترامك كل الخريجين الحكومة العراقية وكل الحكومات اللي حكمة العراقين متقصدة ومتعمدة لم تلتفت إلى هذا الجانب من جانب الخريجين والجانب أنه تطور هذا في العراق العظيم يعني العراق يعني منذ آلاف السنين يعني يتقدم ووصل مراحل وبدأ أن ينتهي وبدأ أن يزرى وبدأ أن يصدر إحنا قبل ألتين وكافت كنا نصدر يعني كانت عدنا معامل حكومية ومعامل أهلية كنا نصدر من الثورة لأنه كانت الصناعة العراقية إلى فخرها والامتياجاتها من حيث المنشأ من حيث الكفاءة من حيث الناس الموظفين اللي يحتمزون عليهم بهذه الصناعات و بهذه المنتجات فكان الناس عدنا أكفاء فجال في الدولة تدعم هذه الكفاء وتدعم المصامع وتدعم المعامل لأنها تتنموا من صناعة البلد وتنموا من قدرة البلد وعدم الاستيراد لمنتوج العام تفتون إلى منتوج المحلي لأنه هو طوري وصلت الفكرة أبو عمر من بغداد أن أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة ويانا سيدة أم أحمد من النجف تفضل يا أم أحمد السلام عليكم سيد الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله الله يخليكم والله بحيكم أجمعين إن شاء الله شوف سيد الحمد أنا حول أقصر لأنه أي طاقة للألم اللي يتعرضوه ما عندي وبصراحة أقرر ما أقصر لأنه يهمل لكن عزائي القرآن ولا تحترن الله غافلاً عما يعمل الظالمون لا تحترن الله مخلفاً وعده رسله إن الله عزيزهم باستقام عزائي القرآن وخليكم مظلوم وكل وفضل الظلم نعم أم أحمد يعني أريد منعكم فهو أحمد أسمعكم أم أحمد عندش تعليق على المقاطع اللي عرضناها عندنا لغاية الآن عرضنا مقطعين واحد يتعلق بمظاهرات الخرجين في ذيقار والثاني يتعلق بحالة إنسانية غائبة اليوم عن اللي يحكمون العراق الإنسانية غائبة عن هؤلاء واحد عامل في بلدية البصرة يقوم بعملية تنظيف هذه المحافظة من الأوساخ اللي ملأتها حكومات الاحتلال يفصل من عمله وهو معين لعائلة وفقير ومريض بالصرع وين الإنسانية بهكذا تعامل حتى لو تم فصلها لماذا لا يوجد دعم لشريحة المعوقين في العراق اليوم أو شريحة صاحبي الأمراض المزمنة ليش اليوم ماكو الخدمات الاجتماعية أو المنافع الاجتماعية أو هاي الرعاية الاجتماعية ليش اليوم ما توفر ما يكفي المحتاجين من موظفين في الدولة من عمال من أصحاب أمراض مزمنة من أصحاب عوق جسدي ليش اليوم ماكو هذا الاهتمام بالمواطن يجب أن تأخذوا محمد العراق مختصر عبارة المظلمة شيء تهوضل أقول ما زال اللي يأدوا على الكراسي تقوم ناقص الناقص حتى على أنفسهم حتى على أعرابهم يتاومون الإنسان لما يرتكب خط بأن آدم يعني يتعمد يدعو اللهم في نشرناك في لكن من الصحة الفوات عند الإنسان وتجيك المعايزة الشريف المحترم الآدمي يظل فترة زين إذا يقدر يواجه الناس أما على رؤوس الأشهاد الطفل يحشي عارهم وهم طبيعي وطعاً شلي النتيجة طبيعية لأترجعها بس آني قال لي أرجوه أن أتفهم تطوني فإنشي وقت بسيط جدا شو الظلي من دول اللي جاي طلعوهم هالأيام شوية أكموديين لأدناء جاي يطبلون المقتدى كل شو واية من العلوي من دول طيب النجار تطلع هاي من الكردية النجار يعني بغض النظر المهم ماكو شخصيات أنت برأيش لا لا أنا أتحمل تذكر الأسماء لا أستاذ الحمد أنت تتحملين من تذكرين أسماءهم بغض النظر من وجوههم فضلي يقول المقتدى ما جاء من الخارج ما جاء يا ترى صدام حسين خلحتيها بفرحة الأبارة شون جاي من الخارج ليش حربتم شون اللي فعل المقتدى يقتل فأم صدام حسين شاعده مقتدى البرحل على ويقول وطني مناظل هو هذا المفتح الصحيح للأراق قاعد بالخوت ويحرب وأنت سيدة محمد تابعت تابعت في أحد المساحات الموجودة في موقع تويتر لمجموعة من الصدريين ومؤيدي التيار الصدر وكذا يتكلمون ومجدوا بمقتدى الصدر وأظهروه وكأنه المنقذ للمرحلة أو كأنه المخلص من مآسي العراقيين أنت حضرتك تفضلت بنقطة بنقطة ما تكون هي محور في حلقتنا لكن بما أنه طرحتيها أطرح بها السؤال وأختمياتش على هذا السؤال أنه أليس مقتدى الصدر هو الذي قال في لقاء تلفزيوني لم تشكل حكومة في بغداد منذ عام 2005 إلا بموافقتي طيب معناها هو طرف في كل الحكومات التي شكلت والتي أدت إلى دمار العراق ليش اليوم صار هو المنقذ في حين هو كان عماد أساسي من أعمدة حكومات الاحتلال وبالمناسبة ترى كلامي لا العلاقة هذا هو المحاور اللي رح تيجي لأنه التقبيل للشخص هو إلى اليد الطولة بهدم البلد ووصلونا لهذا المنقذ على التلفزيون فهذا واحدة ألم لك ترى أبيكم من الشعر ديات إحنا هنا نعدنا جماعة ولا إمام حسين ولا غير حسين نحن مثل أصحاب الحسين وأزيد لو نقتل ألف مرة ونحرق ألف مرة ما تركناك فلا شكراً سيدة أحمد من النقاط شكراً للمشاركة وسط الفكرة ويانا سيد سعد من الكويت تفضل يا سعد سيد الحمد سيد الحمد سيد الحمد للبر 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 والحكوم وكذل سعد 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 صوتك مواضح أشكر حضرتك واعتذر منك حاول الاتصال حاول الاتصال مرة ثانية يا سعد لأن الصوت غير واضح دعونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر من مواضيع حلقتنا لهذا اليوم الخدمات في العراق تحديداً في العاصمة بغداد وثق مواطن عراقي بكاميرته الخاصة الواقع المزري والمتردي لأحد شوارع منطقة الشعب تحديداً الشارع قرب سوق أربعة آلاف حيث اشتكى هذا المواطن من تكسر الشوارع وعدم إكسائها منذ سنوات حيث تكتفي البلدية بترقيعها فقط إضافة إلى تجاوز باعة المواشي القصابة على هذا الشارع وعلى الرصيف دون تنظيف أو رقابة من البلدية دعونا نشاهد الشارع اللي يمسو أربعة آلاف شوكت راح يجي الفرج ويتبلط وهذا حال شارع بلدية الشعب ما عرف وين نايمين بالله ما أدري ما يشوفون هذا الشارع ما تابع البغداد ما تابع للبلدية ما للشعب بالله ما أدري يعني كل حفرة خيالية ما يفوت منها أحد من البلدية ويشوف هذا الشارع لو يشوفون ويغلسون الجماعة غذول الرعيان اللي تارسين الجزر الوسطية ما ألوم حل اللي يقول صباح الخياط وانت جاي سوق أربعة آلاف ما شاء الله صاير مصدر مرعيان هذا الجاي يصلخ بنص الشارع شوفوا معلق اللشات هاك واو يغنع أنه أهل التكاتيك ما شاء الله عليهم من قصرين تفضل تفضل بالرغم هذه عاصمة الرشيد في زمن المليارات في عام الفين واثنين وعشرين عندما الآن وصل الإنسان إلى المريخ والآن بدأت الرحلات بالسفر السياحي إلى القمر والسيارات الكهربائية وقريبا السيارات الطائرة هذا وضع بغداد في زمن حكم هذه الأحزاب بلا استثناء كل الأحزاب دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع أبو مهند اللامي يقول العتب على البلدية قشطو وتركو صار أكثر من سنة للأسف لا يهمهم المواطن فقط أذية على الناس حسوني يقول والله يا ريت لو يتبلط لأن لعبة روحنا منه أنا عن نفسي قمت ما أدخل منك أبد أفتر وغير طريقي أو أفتر غير طريق حيدر ساجد يقول بلدية الشعب حايرين بالبوغ بحالك بحال شارع يابه تناشد حرامي سؤال يطرح من حيدر وأبو حسن العراقي يقول لو ضال على قبل أحسن قشطو عافو ننتقل الآن مشاهدين إلى خبر آخر أو مقطع آخر لدينا ضمن هذه المقاطع وهو ملف المياه وأزمة الجفاف التي يعاني منها العراق تظاهر أهالي منطقة آل عبس بمحافظة المثنى للمطالبة بإيصال المياه إلى منطقتهم والتي لا تبعد عن النهر سوى مسافة بسيطة دعونا نستمع إلى حديثهم أشيرة الثال حسن يعني أربع عشائر ضالة يعني لالب منها النهر ومنها أشيرة الثال زياد شابوا خط تمتد بايف محطة منها ومحطة تمسكة الثال زياد عندها العصايدة وإحنا هنا ضالين الماء يعبر عليك شوف هذا الخط كهذا الماء وشارة الآليات هنا واقفة ويعبرون إلى الخافورة يعني منطقة مهجورة منها ماء ومنها ماء وهي باخية بدون ماء تسرب مستعملة البرايم البرايم ملح والله ما تخليها على حلقة يعني لا الحيوان يسربها يعني منطرن عنه ومنطرنها والمحطة هاي مرسومة هي إلها لها المنطقة هي أساسة لنا أساسة لنا بس جاتها جاتها يعني أهل الرحمان وأهل النفوذ وعبرتها على منطقة مهجورة ومقطوعة نستمر بهذا الموضوع مشاهدين الكرام لكن ننتقل من محافظة المثنى إلى تظاهر أخرى نبقى في محافظة المثنى لكن ننتقل من تظاهر إلى تظاهر أخرى لأهالي منطقة المعالي في مدينة السماوة التي تعاني من شح المياه منذ زمن طالب المتظاهرون بتوفير مياه الإسالة لهم وهو أبسط حق من حقوق المواطنين والتي تعجز الحكومة عن تلبيته في ظل أزمة مياه تشهدها معظم مدن العراق لنشاهد تشهدها معظم مراقبة عافظ تصوير أ 所以 أصول اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مو بحال ابناء المحافظة وماجد عبدالعزيز يقول الشرقية الثالثة بلا ماء وعايشين على السيارات الحوضية الجدير بالذكر مشاهدينا لنربط ما تابعناه الان من نقص خدمات وما الى ذلك ان ما يعرف بالاطار التنسيقي الذي يضم الميليشيات وزعماء احزاب حكمت العراق وتبوأت مناصب فيه رشحوا حزب الدعوة المنظوي ضمن هذا الاطار رشحوا نوري المالكي مرة ثانية لحكم العراق ويقول بانه المرحلة القادمة هي مرحلة انجازات ترى اين الانجازات التي كان من المفترض ان تكون موجودة طيلة ثمان سنوات من حكم المالكي وطيلت تسعة عشر عاما من حكم هذه الاحزاب اللي هي مبس الاطار التنسيقي وتحالف الصدر مع باقي الاحزاب هذه الاحزاب هي التي حكمت العراق والان نحن بعد تسعة عشر عاما في عام الفين واثنين وعشرين لا ماء لا كهرباء لا خدمات مثل ما تتشوفون الحال عبد الرزاق من بابل تفضلي عبد الرزاق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله اتحمد بالنسبة لخدمات هذو كل الناس خذ ينصبرون الحكومة الجاية لانه هي الداعفين وراح حكومة الخدمات يعني وكأنه 19 سنة ما اعرف تشاره يساوون هالسي اللي ها هو على نفسهم ورطوا بينا وراح تدمن خلالها يعني الشفار اللي تشغل مع الناس كنا مع الناس جدج ومعات العقول وفا يجاير يتعلم هذه الشهر الرخيصة يعني تفضل مثل عراقرة صحيبة كل أسكان ياسم تغفر موجودة بي ويعني من أزمة يعني أزمة الكرباء أزمة الماء هاي تفضل هاي الناس اللي هاته جاي يعني تهيئيس من العطا يعني انتغافة مارتا بأشياء المفروض هاي هاي المتغفرة لكن يا أخي لا ما عندك خطونا للأسف فقدنا التصال ويا سيد عبد الرزاق من بابل نستمع إلى سيد محمد من بغداد اتفضل يا محمد السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل 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 كلمتين الوضع بالعراق يعني احنا المقترر الوضع بالعراق بعد ثم سنة ضوائية ثم سنة ضوائية ما يتغير يصير من السوء إلى أسفل بعض الفئات المجتمع العراقي يعني أنا حسب بعض الناس أسأل بعض الناس يعني علاقة حالهم البسيطة المنين مو عيه كلش يعني الناس المتفرقين يعني سأعرف ورح بسمع العراقي عراق يعني فأسأل للناس يقولون أسأل بعض الناس يقول محمد إحنا إحنا خالين هذا الوضع يتشم التاور إحنا نعرف هذا الوضع من تغير الحراق من تغير شيء إحنا نستطيع شغلة وحدة ما هي الشغلة المنتظرية يعني ظهور الإمام المهدي على مدور التواصل على ذول شلون 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 ظهور الإمام المهدي ظهور القصص هذا ماذا ماسمعت ماسمعت يا شباب إذا أحد سمع يقولي الصوت يقطع شنو اللي ينتظروا ظهور الإمام المهدي آه ظهور الإمام المهدي نعم آه يقول يعني أنتم انتظرين الإمام هو يصالح وضعكم يعني فئة كفية من الشعب العراقي المدمرة يصالح وضعكم يقول إحنا تاكتين من حلم هذا الشغلة طيب يعني رب العالمين رب العالمين هو بعيدا عن الشأن الديني بهذه الحلقة واصلا بكل الحلقات يعني لكن نحن نتكلم عن جزئية أنه رب العالمين يحث الإنسان على العمل على السعي حتى يعينه وحتى يحقق بالإرادة الإلهية يحقق ما يصب إليه الإنسان بالعمل الجاد والمجتهد وطبعا العمل الحق ليس العمل الباطل طيب الإنسان غير يسعى غير يعمل غير يشتهد حتى يتحقق للي يريده لو هو قاعد يحط رجل على رجل ويريد العراق وحكومة نايمة على إذنها والدول المحيطة بينا تلعب بكيفها لو الكهرباء الضل وزارة الكهرباء والحكومات المسؤولة تبوغ بينا تبوغ بالخزينة مع العراق تبوغ بأموال العراقيين ويريدون الكهرباء تتحسن الإنسان غير يسعى يعني ذول اللي يفكرون بهذه العقلية شلون يريدون بلدهم يصير براسه خير إذا هم منتظرين المعجزات حتى تتحقق قلت لهم يحبه وحكومة دوله واحد غيرت واحد غيرت أنظمة قال لا احنا خلتنا تقتلف يعني هاي أخوان هاي أخوان اللي موجودة طيب طيب ماشي هسا احنا هسا احنا مسلمين احنا مسلمين سيد محمد احنا مسلمين لكن تعال نروح لبلاد الكفر خلنا نقول خلنا نسميها بهذا الاسم أمريكا اليابان وألمانيا في الحرب العالمية الثانية بلدان وحدا ضربت نووي والثانية أبيدت تقريبا بسبب الغزو بسبب الاقتحام والقصف وخسارة الحرب اللي هي ألمانيا هاي البلدان الآن أصبحت من البلدان المتطورة بلدان العالم الأول ذول من تظروا أحد يطلع ينقذهم ذول أبيدهم مشتغلوا شلون ذول اللي بالعراق اللي يفكرون بهذه العقلية أنه يريدون يبنون بلدهم وهم ماذا يصيرون وراء أفكار يعني الله أعلم متى تتحقق هذه الأمور إن كانت موجودة الموضوع أنه الإنسان ليش ما يعمل ليش ما يتخلص من الظلم طيب يعني أكو تعاليم بالدين أكو أحاديث أكو أحداث حصلت في التاريخ تحث الإنسان المسلم وتحث الإنسان بشكل عام على مناهضة الظلم على محاربة الظالم ليش اليوم بالعراق ماكو هذا المنطق عد البعض مو عد الكل وآني بحكم يعني من أكو شكرا واحد من المحلطة الصدقاتي لا يستمعوني بي فلذلك أكونا لا يستمعوني لا يستمعوني يعني هم نقول لك الأكثرية حاليا فأنت أنت هل تحكري سكر البلد هذا سربرا سخير يعني بعض بعض بقتهم الجواب البلد سربرا سخير بأن شعق أقول شعق أو مجموعة أرقام مخصصة لاستقبال ما لديكم مقاطع مصورة مثل هذا المقطع اللي حنعرضه رسائل مكتوبة صور لأحداث معينة وثقتوها أو أي حدث شاهدتو أو وثقتو بالعراق يتعلق بحالة إنسانية اجتماعية سياسية اقتصادية أمنية بإمكانكم أن ترسلوها لنا عبر خدمة أنت ترى هذا المقطع وردنا من محافظة بابل أهالي منطقة الإسكندرية والمسيب والسدة نزلوا قرب نهر الفرات وقالوا استبشرنا خيرا منذ ثلاثة أيام أنه أكو مشروع تنظيف ضفاف الفرات لكنهم بحسب قولهم شاهدوا زيادة في النفايات على طول النهر بسبب الإهمال هذا الموضوع أدى إلى ظهور رواح كريهة أدى إلى تلوث في المنطقة وهذا الموضوع يؤثر طبعا على صحة الإنسان وكذلك يؤثر على المياه الواصلة إلى منازل المواطنين دعونا نستمع إلى حديثهم منطقة سكنية عايشين على هذا الماء بالنسبة هذا الماء موصحي يشوف الزبالة يشوف الوصافة نحن نريد أن نشوف الدور الرقابي بالنسبة للموارد المائية ما نريد أن نكون قادرات يجي الشيط محمل إزبالة ووصاف وطايرات وفل شيء مو صحيح نريد أن نشوف الشرق قدامكم نحن نريد من الدولة تهتم تنظف الجدرات تنظف الحافات نظف الشرق يمنع الوصافة بيشه المكان لم يكن شيء صعب ويجب أن نكون قادرات والناس لا كرباء لا ما يكو يعني حتى منظره ملاقف اجتمر ريحة بيه يعني ريحة لدينا خاسم وهذا فالتصرق مو صحيح يقول لو يدرسون الموضوع زين ويعرفون الخلل وين بهاي الهوسة كليتها ويتفقون على المي وشون يجيبون المي وصول هنا ويشون يتنسقون يل أنهر شون سير الكراك همالتها نعرف احنا قبل الكراكها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتعلق بالحالة الانسانية اللي عرضناها من محافظة البصرة اللي متعلقة ومرتبطة بعامل تنفصل من عمله بدون سبب مقنع وهو مصاب بمرض الصرع وانهار جراء معرفته لهذا الخبر وايضا هو معيل لأسرة وهو من معدومي الدخل من محدودي الدخل ومن المعدمين في العراق بلدية البصرة تعاملت بشكل لا انساني مع هذا الشخص وايضا حكومة عاجزة عن توفير ما يحتاجه المواطن وايضا عرضنا تظاهرات الخريجين اصحاب المطالبين بالدرجات الوظيفية المطالبين بالتعيين في محافظة الذقار تستمر هذه السلسلة من التظاهرات لكن لا توجد استجابة حكومية الآن ننتقل مشاهدين الكرام إلى فقرة الهاشتاغ وسمنا اليوم هو أنصف واحتياط العلوم هو وسم اطلقه خريجو كليات العلوم في بغداد للمطالبة بانصاف شريحة خريجي العلوم المهمشين والذين يطالبون منذ سنوات بتوفير وظائف لهم نفس المسلسل اللي عرضنا في بداية الحلقة هذه تغريدات بشأن الموضوع نورة تقول أصعب موقف أن تكون بالمنتصف لا أنت متعين ولا أنت مرفوض الاحتياط مصيرهم شنو تغريدة من عبير تقول احتياط العلوميين كملوا كل إجراءات التعيين وامتحنوا ونجحوا بالاختبار فالمفروض تكون لهم الأولوية بالتعيين كاظم جواد يقول لا يوجد عذر ولا سبب قانوني يمنع تعيين الاحتياط ناس اختبروا وكملوا كل الإجراءات من حقهم أن يتم تعيينهم مباشرة لأنهم اجتازوا الاختبار ومكتفين من نقاط الاستمارة مساندة إخواننا العلومين في تغريدة عندنا من كرار يقول إجراءاتنا القانونية رسمية وكاملة مئة بالمئة حتى من إجراءات المهن اللي لسه ما مصادقين على تعيينهم احنا دخلنا تنافس وامتحان وتم المصادقة على أوامر تعييننا باقي فقط توزيع نرجو النظر إلينا والله متنا صار سبعة أشهر عايشين بقلق نتعين ما نتعين العراق في السابق كان يهتم جدا بالعلوم وكان هناك مشاريع لتطوير المختبرات مشاريع لتطوير المراكز العلمية ودعم الأبحاث العلمية في سبيل التطوير كانت هناك دوافع مختلفة طيلة فترات العراق من 1920 إلى 2003 لكن بعد 2003 تم إهمال قطاع العلوم الابتكارات المعامل تم تحجيم دور أو تحجيم المبالغ المخصصة لهذه القطاعات وبالتالي أهمي لهذا القطاع الذي يعنى بالتطوير يعنى بالاختراعات يعنى بالابتكارات يعنى ليس فقط هذه الجزئية تعنى بقضايا أخرى الكيميائية وغيرها تدخل فيه طبعا الأدوية تدخل فيه مجالات أخرى كثيرة لكن هذا القطاع لأهميته الآن في العالم الذي يسير بشكل مستمر نحو التطور ونحو تنمية المجالات العلمية نرى في العراق بأن هناك إهمال متعمد لهذا القطاع ولهذه الشريحة من الخريجين لهذه الشريحة من العلوميين السبب مجهول لغاية الآن نحتاج إلى تفسير إلى هذا الموضوع لأنه لماذا يتم إهمال القطاعات التي تعنى بنهضة البلدان خاصة في العراق إحنا اليوم ليش عندنا هذه القطاعات قطاعات مهملة محاربة لا صناعة موجودة لا أبحاث علمية لا مراكز علمية يتم الاهتمام بها للتطوير البلد لا يوجد مراكز صحية أو مستشفيات أو القطاعات المعنية بتطوير القطاع الصحي موجودة هناك إهمال متعمد لهذه القطاعات نتسال عن الأسباب وننتظر الإجابة من حضراتكم معنا اتصال السيد أبو ويسر من تركيا تفضل الله يسعدك أستاذ حياك الله أستاذ نعرف وكل العالم يعرف أنه المؤامرة كبيرة كبيرة جدا على العراق منذ 2003 ولحد الآن أمريكا نفسها خلت نقاط على الحروف يعني أبلغت كل الحكومات المشتركة من ذاك التاريخ لهذا التاريخ أنه هذا سوه هذا ما سوه نعم هم يريدون البلد يصير براس خير يريدون البلد متدمر حتى يمشون السياسة بهم يريدوها هم وإيران وإسرائيل نعم فهي شوف التخريجين ملايين الخريجين والسبب يعني يعني أبعد سبس أولاد خريجين ما أحد يعينهم نعم إلا والله ترح تجير تسكي ولا تطي شدات من الدولارات حتى تتعين في مكان ما من دوار الدولة أبو أبو أيسر العراق مثل ما قلت لأحد الأخوة المتصريين العراق عند تخمة من الموظفين الحكوميين يعني الموضوع مو أنا يعني هم ماري تحبط الخريجين أو يريدون تعين أو يدورون تعين يقول لي هسا انت شارك بهذا الموضوع يا جماعة العراق عند تخمة من الموظفين بالإضافة لأن هناك قطاع كبير من هؤلاء الموظفين وهميين وهناك عملية تعين وفق المحسوبية والواسطة وبيع المناصب أو الوظائف لكن احنا سألنا عن القطاع الخاص أنه ليش ما يكون هناك اهتمام بالقطاع الخاص في سبيل توجيه هؤلاء الخريجين إلى هذه القطاعات وأيضا تساهم في نهضة البلد أستاذ نهضة البلد تجيب موافقة مو هم مبكبهم حتى الحكومة العراقية حكومة تصريف أعمال يعني ما بيدها أي قرار تتخذ حتى تقدر تنهر بالصناعة لأنه ممنوع عليها هذه الصناعة ممنوع ليش ممنوع ما يريدون العراق يتطور يريدون العراق إلى أسوأ يعني الأوقات يعني اليوم برايك يا سيدة أبو إيسر هل تنصح باستمرار التظاهرات التي تطالب أو اللي يطالب أصحابها بالحصول على وظيفة لو يكون هناك توجه أو توجه آخر بتغيير اللافتات أو الشعارات التي تحمل والهدف الحقيقي من التظاهرات يكون إسقاط هذا النظام شنو الفائدة اليوم أنا أسأل هذا السؤال دائما الحقيقة شنو الفائدة اليوم أن يكون وظيفة تعطى لمتظاهر حتى تسكته لكنه يعاني من يرجع للبيت من غياب للكهرباء وغياب للماء والأهم غياب للأمن وماكن نظام صحي وطبعا القائمة تطول من الفشل في قطاعات مختلفة شنو الفائدة أنه أن يحصل على وظيفة وباقي جوانب الحياة فاقدها وهي أكثر أهمية من الوظيفة أستاذ موظفين دولة الموجودين حاليا بدور الدولة ما كانوا يتقابون بذاك الزمان رواتب ضخمة هذا يأخذ مليون وهذا يأخذ مليون ونوص والرشاوي كانت ما مباحة قبل حس الرشاوي كلها مباحة فيقول لك أنا هلش أطلع تقاعد حتى يجي واحد مكاني يستلم مكاني ويتعين من الخريجين فهو بلد فاصل صار يعني ما بأي حلول سيد أبو أيسر الصباحات اللي تطلع كلها ما كلها مكتوب بها باللغة الإنجليزية حتى أوروبا ودول العالم شكوا هل هذا الموضوع هيفيد يعني على أساس أن أوروبا ودول العالم ما يدرون شكوا بالعراق يعرفون أستاذ بس الجانب الأمريكي هو المسيطر الوحيد على العراق بذيول إيران سيد أبو أيسر من تركيا أنا أشكر حضرتك للمشاركة طبعا يستمر الحديث عن معاناة العراق معاناة العراقيين في ظل حكم هذه الأحزاب هي مجموعة من الأسئلة المنطقية التي تطرح أنه شنو اللي قدمت هذه الأحزاب طيلة هذه السنوات بعض المحللين وبعض المقربين من هذه الأحزاب البعض يقول بأنه ربما المالكي ما كان رجل المرحلة في السابق أو ربما المرحلة الحالية تتطلب المالكي وربما لن تحتاجه في المستقبل لكن يجب أن يكون المالكي موجودا في السلطة وعلى رئيس على رئاسة الوزراء والهدف من هذا الموضوع هو توجيه المجتمع أنه المالكي رجل المرحلة طبعا هذا الترويج المستمر جهة أخرى تقول الصدر مقتد الصدر هو رجل المرحلة هو اللي يجب أن يمسك زمام الأمور وهو اللي يجب أن يدير البلد السؤال المنطقي في هذه الجزئية لطرفين اللي هم يحاولون يروجون لهذه الأحزاب أنه أنت أرجع بالأرشيف شوية لي وراء أسأل نفسك أن هذه الأحزاب ما الذي قدمته للعراق نور المالكي معروف من نور المالكي وش قد حكم العراق وما الذي ضاع في زمنه وما الذي سرق وما الذي أحرق وكم إنسان قتل في زمن المالكي وكذلك مقتد الصدر للي يعتقدون أنه رجل المرحلة الصدر عنده حق يعتبر أنه حق وزارتي الكهرباء والصحة هاتان الوزارتان راجعوا وضع الكهرباء وشوفوا وضع قطاع الصحة في زمن مقتد الصدر وفي زمن الوزراء اللي ينتمون إليه وكم نائب برلماني امتلك الصدر وقارنوا بس الإمكانيات اللي يمتلكها من أموال ومن ميليشيات مسلحة ومن مناصف في الحكومة وانظروا إلى مدينة الصدر هذه المدينة اللي هي المفروض مركز مقتدى في بغداد شوفوا حالها احنا عرضنا مقطع من المقاطع حتى أختم الحلقة ويا حضراتكم عرضنا مقطع في السابق في الشتاء اللي يفات شاب من مدينة الصدر إريدي جيب ريوغ ما قدر يعبر الشارع الثاني من الطين من الطين ورزخت مطر بسيطة اصلوا اياكم مشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم اشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء شكرا جزيلا